لا يزال سكان ميكيلي تذكرون ضحايا المجاعة التي ضربت أثيوبيا بين عامي 1984 و 1985 فبعد 30 عاماً لا تزال عاصمة منطقة تيجري في شمال أثيوبيا حيث تنتشر الفنادق الفاخرة تحمل علامات تلك الآفة وكان تيكي هاوس هنا وقت المجاعة التي أودت بحياة أربعمائة ألف إلى مليون شخص بحسب الإحصاءات المختلفة الوضع كان سييا للغاية آنذاك كان الناس يموتون على الطرقات البلدية تنتشل الجثث وتكديسها في السيارات لدفنها وفي منتصف الثمانينيات ضربت مجاعة البلاد إثر موجة جفاف شديد تزامنت مع مساع نظام الدكتاتوري الماركسي لتجويع المتمردين في الشمال الذين باتوا اليوم في الحكم وقد أثارت صور الأطفال للجياع تضامناً دولياً بلغ ذروته في الثالث من حزيران يونيو عام 1985 مع حفل لايف ايد الموسيقي الذي نظم بشكل متزامن في عدة مدن كبيرة بمبادرة من المغني الإرلندي بوب جيلدوف وللنسيان هذه الصور قام أبا هاوي رئيس بلدية أبراها أتس بيها الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من ميكيلي بجمع المسؤولين في إطار مشروع نظام ري ضخم يشمل حوالى 50 خزاناً تحتبس فيها مياه موسم المتساقطات الذي بات أكثر تأخراً وأقل انتظاماً ومن شأن المياه المجمعة أن تسمح بري الأراضي خلال موسم الجفاف بفضل هذا المشروع نضمن أمننا الغذائي فهؤلاء الذين كانوا يأكلون مرة واحدة في اليوم باتوا اليوم يحظون بثلاث وجبات يومية وحددت الحكومة الأثيوبية هدفاً لها بالخروج من الفقر والانضمام بحلول العام 2025 إلى مجموعة البلدان ذي الدخل المتوسط وتضم هذه المجموعة كينيا والسنغال وأيضاً الكاميرون